اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير لنبدأ بفقرتكم المفضلة على الفور لنأخذ اول سؤال من هنا في اليوتيوب يقول مسلسل جميل من هاندا وبوراك لماذا تم توقيفه تم توقيف مسلسل شخص اخر بسبب ضعف نسب المشاهدة له على التلفاز لنأخذ سؤال اخر في اي منصة يعرض فيلم مارت رمضان ديمير؟ شكرا صديقتنا العزيزة على لطفك وفيلم مارت يعرض على منصة نتفلكس لنأخذ سؤال اخر يقول هل برجو اوزبيرك لديها مشروع للموسم القادم؟ نعم بعدما عادت برجو لندن وقضت مدة طويلة بعيدة عن الاعمال هي الان تقرأ سيناريوهات وتوجد بعض الاعمال التي اعجبت بها وستعلن عن خبر عودتها قريبا جدا سؤال اخر هل يوجد موسم ثاني من مسلسل تل الرياح؟ نعم يوجد موسم ثاني من مسلسل تل الرياح لنأخذ سؤال من صفحتي في الانستجرام قلت لكم اكتبوا اسئلتكم واول سؤال هو هل هناك امل في التصالح بين افرا ومارت؟ طبعا هناك امل انهم يتصالحون خصوصا بوجودهم بنفس المكان في الايام القادمة من تصوير مسلسل طائر الريفراف سؤال اخر هل مارت ارتبط بعد انفصاله من افرا؟ كلا مارت لم يرتبط بعد انفصاله من افرا بالاصل لم يمر على انفصالهم كثيرا كيف له ان يتخطى علاقتهم بهذه السرعة؟ سؤال اخر هل انتهى تصوير مارت؟ كلا تبقى القليل لينتهي تصوير فيلم رجل الاصلاح تاميرا دام بطولة مارت رمضان ديمير سؤال اخر هل افرا ومارت سيتزوجون؟ اعزائي في البداية ليتصالحوا وبعدها يفكرون بزواج وارتباط رسمي لنأخذ سؤال اخر لماذا لا توجد تسريبات عن الموسم الثالث لطائر الريفراف لحد دلوقتي؟ لا توجد تسريبات الان لان التحضيرات لم تكتمل بعد والسيناريو لغاية الان لم يجهز بشكل كامل لكنهم سيجتمعون قريبا لقراءة السيناريو والبدء بالتصوير وحينها ستكون هناك تسريبات جديدة لنأخذ سؤال اخر هل افرا ومارت تصالحوا حقا ام لا؟ كانت توجد محاولات للصلح من ازيقائهم المقربين لكن الصلح لم يتم لغاية الان سؤال اخر متى يبدأ وينتهي مسلسل طائر الريفراف؟ مسلسل طائر الريفراف يبدأ في نهاية شهر اغسطس وموعد انتهاءه حسب السيناريو منسب المشاهدة اذا كانت نسب المشاهدة جيدة فانه سيستمر بحلقات اكثر سؤال اخر هل في امل يرجع مارت وافرا؟ هذا سؤال مكرر ونعم في امل سؤال اخر هل افرا سراج اغلو خلصت دراستها الجامعية وتخرجت وفي اي تخصص دخلت؟ وماذا كاتب مارت على يديه؟ وشم وشكرا لأجيب عن اول سؤال افرا لم تنهي دراستها الجامعية لغاية الان لانها انشغلت بتصوير مسلسلات وافلام ولكنها قالت انها ستعود لجامعتها لانها اخر سنة لها والتخرج بعد انتهاء مسلسل طائر الريفراف اما تخصصها في الجامعة فهي كانت في جامعة اسكي شهير قسم الادب المقارن اما السؤال الثاني عن وشم مارت فهذا هو تاتو مارت رمضان ديمير مكتوب فيه يعني الى العجب الان لنعود لأسئلتكم في اليوتيوب والسؤال يقول هل هاندا ارشل مرتبطة في هذا الموسم؟ كلا هاندا ليس لديها مسلسل جديد في هذا الموسم وكان سيكون لديها عرض لمسلسل المدير وهو مسلسل كوميدي رومانسي بطولة باريش اردوش ولكن تم إلغاء المسلسل بشكل نهائي لنرى سؤال اخر متى يبدأ مسلسل ازهار الدم؟ تصوير الموسم الثالث من مسلسل زهور الدم سيبدأ يوم السابع عشر من اغسطس وسؤال اخر افرا قاصة شعرها الطويل كيف رح ترجع تصور الموسم الثالث؟ يوجد حلين الاول ان تضع افرا خصلات شعر مستعار لتطويل شعرها او ان يحصل مرور زمني في بداية الموسم وتظهر افرا مشعرها القصير لنأخذ اخر سؤال في هذه الفقرة وهو بدي اسألك نفس السؤال من قبل مارت رمضان كم عدد متابعي؟ عزيزتي حاليا عدد متابعين مارت هو 4.620.000 متابع اتمنى ان تكون هذه الفقرة نالت اعجابكم لليوم وللمزيد من الاسئلة اكتبوها في صندوق التعليقات وسارد عليها ان شاء الله في الفيديو القادم شكرا للمشاهدة نلتقي ان شاء الله في الفيديوهات القادمة الى اللقاء